انا عايز اوري حضراتكو دولة الامارات ابتدت تجرب اختراع جديد حتحطه في مطاراتها كان زمان اما تخش اي مطار يكشف عليك معاك سلاح ايه معاك سكينة ايه معاك مخدرات ايه معاك عملوا في اختراع جديد حيحطوه وتعارفين طبعا دولة الامارات دائما رائضة في هذا الامر خلينا نشوف الفيديو صوت وصورة عشان تعرفوا هذا الامر يعني المطارات مستقبلة عايز اعمل ازاي وهو بدايته في دولة الامارات خلينا نسمع حياكم الله بكل فخر اصور هذا الممر الصحي الذكي اللي راح يكون موجود في منافذنا في دولة الامارات واللي راح يكون اسرع فل تشيك اوب موجود طبعا من خلال ثواني بسيطة هذا المسافر راح تطلع القراءة الخاصة في حالة الصحية في هذه الشاشة مثل ما واضح في حال تبين وجود عنده بعض الامراض لا سمح الله مثل اتش وان انفلونزا الطيور الخنازير الحمى الصفراء اللي هي ممكن انها تكون معدية للمسافر في حال ركوبة الى الطائرة او حتى في حال قدومة الى الوطن راح يتم استدعاء الاطقم الطبية واتخاذ معا الاجراءات اللازمة اللي راح تحافظ على صحته وصحت حتى المسافرين او حتى موضوع دخوله الى البلد هذا الممر الصحي طبعا موجود اليوم يقدم هنا وتكشف عن دولة الامارات هي نقلة نوعية ويعتبر الاول من نوعه في المنطقة زي ما حاكم شايفين دلوقتي بيدخل مش بيكشف انت معك سلح ايه انت معك امراض ايه لانه دلوقتي بقى فيه الخطر البيولوجي مش الخطر الارهابي لانه هو دلوقتي بقى زي وزي الارهاب فدلوقتي حيبقى فيه في المطارات زي ما حاكم شايفين كده عندك اي حاجة وانت داخل اوف يا باشا ده انت مفيش بقى ايه ان انا بيصلك حرار لا 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 فيش قصة حراره بتاع ده انت اي انف الوانزة عندك اي حاجة عندك اي مرض معدي عندك انا هوقفك هنا وقولك لو سمحت احنا بناخد بالنا من بلدنا عشان كده لما بتكلم على دولة الكويت بقول يا جماعة انتو احرار انتو اعلم بيعني شؤون بلدك واعلم بتاع كل واحد ياخد القرارات اللي يتريحه يعني معندناش مشكلة في الحكاية احنا بس مستعجبين وبنسأل ليه مش اكتر ولا اقل يا اشتركوا في القناة